بسم الله الرحمن الرحيم قاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٌ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَسْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ هَا نُودِيَ أَنْبُورِكَ مَنْ فِي الْنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان وَلَّا مُدِبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يا موسى لا تخف يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم وَأَدْخِي يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إن في تسع آيات إلى فلعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْطَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ الْرِيلِ لِنَّا مَنْطِقَ طَيْرِ وَأُوتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنْ إِنَّ هَا مَا لَهُ الْفَضْلُ الْمُبِينِ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالْقَيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ عَدْتَى إِذَا أَتَوْ عَلَى وَعَدِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ اُدْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ مِعْمَتَكَ التي أنعمت عليّ وعلى والديّ وقال ربي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ مِعْمَتَكَ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وتفقد الطير فقال مَا لِي أَلَا أَرَى الْهُدْهُذَا أَنْ كَانَ مِنَ الظَّائِمِينَ لَأَعْذِبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَنْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِيرٍ أَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَنْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَئٍ بِنَبَئٍ يَقِينٍ إِنِّي وَجَدْتُمْ رَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَ ذَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ أَلَّا يَسْجُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ أَلَّا يَسْجُدُونَ قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين إذ هب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي أكتاب كريم إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونَ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا وَجَاءَ ذِلَّةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع الموسنون فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود الله ما قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريتم من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يعتد إليك طرفك بلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكثر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي ضني ومن كفر فإن ربي ليبلوني قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أن تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أذا كذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبل ذلك وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دخل الصرح فلما رأته حسيبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أنسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة قالوا لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيعونا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون قالوا تقاسمون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله قالوا ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون قالوا تقاسمون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أئمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ونوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهؤون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرنا ذا من الغابرين وأنطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أهل الله خير أم ما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلهم مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض طرارا واجعل خلالها أنهارا واجعل نهارا رواسيا واجعل بين البحرين حاجزا أهلهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أهلهم مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في علمات البر والبحر ومن يرسل الرياح ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أَإِلَهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَا تُوبُ الرَّهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّامَ يُبْعَثُونَ بَلْ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ إن هذا إلا أساطير الأولين قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُمْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَنْكُرُونَ وَيَقُونُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِنُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِلُونَ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكر على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولو مذبرين وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وَإِذَا وَإِذَا وَقَعِ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ وَأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِنْ مَنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فهم يوزعون تَا إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَلَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَأَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعْ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ وَكُلٌّ أَتَوُهُ دَاخِلِينُ وترى الجبال تحسبها جاهلة وهي تمر والسحاد صُنَّى اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيْئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إنما أمرت أن أعبد رب هذه بلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وَأَنْ أَتْلُوا الْقُرْآنَ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيْكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ترجمة نانسي قنقر